السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديو تالي لعب التي نقدمها ورحبا بكل محبي عشيق لعبة ثانين أسطورية حلم كل لعب في لعبة ثانين أسطورية هو أن يحصل على ختم أسطوري الأختم الأسطورية في لعبة ثانين أسطورية تعتبر هي أقصى أنواع الأختم التي يمكن لك الوصول إليها ولكن ما لنصديقي الوصول إلى الأختم الأسطورية ليس بنزهة وليس بالشيء السهل أولا لنسأل سؤال أنا كلاعب عادي يعني تفهموا ما بين القوى الصحيح تفهموا ما يريد قوله صحيح هناك بعض الأشياء لا أستطيع قولها في الفيديوهات حتى لا يتم التبلغ عن الفيديوهات عموما أنا كلاعب عادي من الصعب جدا علي الحصول على ختم أسطوري إلا بطرق معينة أنتم أذكية وسوف تفهمونها طيب كلاعب عادي هل أستطيع الوصول إلى أختم أسطورية أو لا بطبيعة الحال صديقي أستطيع الوصول إلى أختم أسطورية هل الأختامة الأسطورية الصحية أو لا؟ بطبيعة الحال الأختامة الأسطورية تجعل التناني الخاصة بك قوية جدا 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 وأداءها في أرض المعركة قوي جدا جدا الأصدقاء الذين لم يصلوا بعد في دور الساحة إلى الدور القادم فلن يعرفون لنقول الأختامة الأسطورية ولن يشاهدونها مثلا على سبيل المثال إذا كنت فقيرا مثلي مثل عمر على سبيل المثال وما تزال في دور الساحة متواجدا لنقول في دور الظل على سبيل المثال سوف تواجه لاعب لديهم أختام لنقول ملحبية نادرة وغيرها ولكن لا تجد لاعب لديهم أختام أسطورية ولكن إذا لاعبت صديقي ووصلت في الدورية إلى أقصى دوري وهو الدور القادم بطبيعة الحال سوف تجد لاعب لديهم أختام أسطورية هذه الأختام مميزة جدا تجعل من التنانية الخاصة بك قوية جدا الآن هل نستطيع الوصول لنقول أختام أسطورية أو لا بطبيعة الحال سديقي لاستطيع الوصول إلى أختام أسطورية ولكن هذا سوف يأخذ الكثير من الوقت كون كل الأختام الوصول إلى الأختام لنقول الأسطورية يكون عن طريق التراكم يعني كل السنادق التي نحصل عليه في أي مكان سواء في هنا مثلا أو لنقول في أي مكان آخر نحصل على أختام عادية أو أختام لنقول نادرة هذا فقط ما نحصل عليه أو أختام خدرة لا نحصل من السناديق الموجودة في اللعبة على أختم ملحمية ولا أسطورية على الإطلاق ولا يمكن الحصول على أختم ملحمية ولا أسطورية من السناديق كل السناديق في أي مكان في اللعبة نحصل عليها هي أختم عادية فقط إذن هنا حتى نستطيع دمج هذه الأختم نحتاج إلى هذه العمولات الموجودة هنا وهذا كان أحد أسباب شرائي لسيد المفتاح المتواجد هنا وصراحة إلى الآن لنقول أدائه جيد جدا وعندما أحصل على الزعيم الثالث والرابع سوف يصبح يمنحني إثنين من المفاتح يوميا وسوف يسهل علي جدا الأمر إذن ينفعني جدا هنا التراكم الذي أقصده هو الحصول على المزيد والمزيد من هذه الأختم والقيام بدمجها كما شاهدون على سبيل المثال دمجها بهذه الطريقة وبالتالي ترقية هذه الأختم حتى نصل إلى الأسطوري كما تشاهدون على سبيل المثال لدي مجموعة من الأختم لنقول الملحمية الجاهزة ندى بلا هنا مثلا ثم ندى بلا هنا ثم ندى بلا هنا سوف تجد أنه لدي ختم ملحمي واحد إثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذه كلها ست أختم ملحمية موجودة لدي وكذلك صديقي أستطيع القيم حتى لنقول بالحصول الآن على الأقل على ثلاث أختم ملحمية أخرى كما تشاهدون هنا لدي أثنين من أختم الملحمية الجاهزة هنا ختم ثالث هنا ختم رابع وبالتالي لدي أربع أختم ملحمية جاهزة من أجل لنقول القيم بتلقياتها أحتاج فقط إلى هذه العمولات هنا كما قلت الوصول إلى الأختم الأسطورية يكون عن طريق يكون عن طريق صديقي التراكم يعني جمع الجمع الجمع والدخر هذه الأحجار هنا وبالتالي الدمج وفي النهاية الوصول إلى ختم لنقول أسطوري طبعا الختم الأسطوري يستحق هذا العناء أعلم أن الطريق طويلة وأعلم أن الأمر متعب وأعلم أن الأمر يأخذ الكثير من الوقت لكن الأمر يستحق صديقي الأمر يستحق الآن إذا كنا نقول أنه الأختم السرقاء أو النادرة إذا دمجناها سوف نحصل على ختم ملحمي سبعة من الأختم النادرة تمنحون ختم ملحمي واحد السؤال هنا كم من ختم ملحمي نحتاج دمجه حتى نستطيع الوصول إلى ختم أسطوري هذا ما سأجيب عليه الآن تقول الموسوع صديقي أنه خمسة من الأختم العادية الموجودة هنا تمنحون ختم أخضر واحد ستة من الأختم الخضراء تمنحون ختم نادر سبعة من الأختم النادرة تمنحون ختم ملحمي ثمانية من الأختم الملحمية تمنحون ختم أسطوري واحد كما تشاهدون الأمر ليس هنا فقط وإنما الأمر حتى في تكلفة الدمج لأنه دمج هذه الأختم يأخذ خمسين تميمة نسميها التمائم دمج هذه الأختم خمسمائة تميمة ودمج الأختم الملحمية أو النادرة هنا للحصول على الملحمية ألفين دمج الأختم الملحمية للحصول على ختم أسطوري تحتاج إلى عشرة آلاف تميمة نعم قد يبدو الرقم كبير جدا لكن مع تراكم الجمع سوف تحصل عليه الآن أعيد وأكرر وأجيب على السؤال الذي طرحته في بداية الحلقة هل الختمة الأسطوري يستحق؟ نعم بطبيعة الحال يستحق حتى تستطيع صديقي معرفة المزيد عن الأختم تستطيع زيارة موقع الموسوعة طبعا الموسوعة سبقا ذكرتها في أكثر من فيديو تستطيع طبعا موجود فقط أدخل إلى لنقل محركة لبحث جوجل واكتب اسم اللعبة وبعد اسم اللعبة أكتب ويكي وسوف تدخل إلى الأختم الموجودة هنا وسوف تجد لنقل كل سوف تجد كل ما لنقل ما تحب معرفته عن الأختم على سبيل المثال الصناديق التي تحدثت عنها قبل قليل وقلت أنه الصناديق لا يمكن فيها بأي حال من الأحوال الحصول على أختم ملحمية أو أسطورية كما تشاهدون هذه الصناديق العادية تملحنا من 5 إلى 15 تميمة في كل صندوق والأختم التي نحصل عليها هي إما لنقل عادية جدا وإما خضراء الخضراء بالنسبة 6% والعادية 93% هذه الصناديق لنقل الكبيرة أو الدخمة وسميها ماشيس أو الصناديق الممتازة سوف تجد فيها من 90 إلى 110 تميمة وبالنسبة لنسبة الأختم 6 أختم 30% منها عادية 6% نادرة و10% منها هي لنقل نادرة و60% خضراء أو غير مشاركة هذه الأختم طبعا لا تجد أختم أسطورية ولا تجد كذلك أختم ملحمية بالنسبة لأختم الأسطورية كما تشاهدون على سبيل الممتازة لنقل النمو مدرسة الطاقة ومدرسة القوة كلها سوف تجدها هنا هذه مدرسة القوة كما تشاهدون كلها سوف تجدون لنقل أداؤها وغيرها طبعا هذا سوف نفصل له حلقة خاصة حتى نستطيع شرعها بالتفصيل هنا طبعا النسم هنا كذلك ما يقوم بكل خيط ولنقل الأختم التي يوصح بها لنقل مع الأختم طبعا تستطيع العودة إليها وكلها كذلك سوف نخصص لها حلقة خاصة على سبيل المثال نتعذي هنا سوف تجد أنه لنقل الأختم جميع الأثر الإيجابية التي يرقي هذا التنين أقوى بالنسبة لها هو الرقم والرقم يتغير بحسب لنقل التنين وكذلك قوتي يؤثر فقط على النسبة المياهية التي تستلد لنقل أو الدمجة الخاصة بها على سبيل المثال خطب أعجوبة يعمل مع العنصر الطاغي وكذلك الفراغ المطور إلى الثمن البايد كذلك المياه الأرض الطاغي والقديم وكذلك السماوي بالنسبة لمرأة يعمل مع أي تنين سلحوفات مع أي تنين لنقل هنا على حسب المدرسة بطبيعة الحال مدرسة القوة على سبيل المثال هنا بالنسبة لقوة تجديدة مع أي تنين وهنا كذلك بالنسبة للمحارب مع أي تنين وطبعا يفضل التنين الهجومية والعناصر الهجومية وطبعا بالنسبة لخص مقابول يعمل مع أي لنقل عنصر وآي تنين عمومة كما قلت هذه كلها تحتاج إلى لنقل حلقة مخصصة حتى نشرح كل شيء من هذه الأشياء لأنه أن تدخل إلى الموسوعة وتتعلم عن هذه الأشياء هذا بطبيعة الحال يجعلك تتقن التطوير وتتقن لنقل حتى التعامل مع الأختام والعناصر والتنين وغيرها طبعا تكلفة إزالة لنقل الأختام من عائلة التنين التكلفة تكون على حسب نوع الختم مثلا إذا كانت الختم الخاص بك مزودا لنقل بهذا الختم معارضة إزالة هذا الختم تحتاج إلى عشر من عدي العمولات هذا عشر خمسين كما تشاهد هنا في الجدوان ولنقل غيرها من هذه الأمور أتمنى صديقا تكون الصورة وضحت وطبع صديقي إذا قلنا نتحدث عن الأختام فإنها من أهم الأشياء التي تزيد من قوة التنين الأختام ليست هي أهم شيء هناك نجوم السحر وهناك المستوى لهذا نحاول أن نجعل التنين الخاصة بنا سوف أقول لي عمر لماذا نسعى إلى تطوير الأختام ولجعل التنين الخاصة بنا أقوى سوف أقول لك صديقي حتى نستمتع باللعبة بشكل أفضل حاليا أنا كعمر هدفي حاليا الذي أعمل على محاولة إنجازه هو الوصول في دور الساحة إلى الدور القديم هذا الدور أسعى بكل قوتي للوصول إليه وبإذن الله قريبا سوف أحقق هذا الهدف شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو شكرا جزيلا لك